بمكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قياديين من حزب الله وآخر من حماس أنهت واشنطن يوماً طويلاً في استهداف من وصفتهم بأذرع إيران يوم طلت عقوباته نجلة حسن نصر الله جواد ووضعت لبنان بحكومته المعرقلة أمام استحقاق الإجابة عن لائحة طويلة من الأسئلة فخلال مؤتمر صحفي أعلن مسؤول وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن خليل حرب وهيثم طبطبائي من حزب الله وصالح العروري من حماس اسماء أرفقتها واشنطن بلائحة من الحيثيات آمل أن تلعب المكافأات التي نعرضها اليوم كما لعبت سابقاً لصالح برنامج العدالة وتقدم صالح العروري وخليل حرب وهيثم طبطبائي إلى العدالة حيث ستمنح لولات المتحدة مكافأة يزيد قدرها عن خمسة ملايين دولار مقابل معلومات تقود إلى أي واحد منهم أو في أي مكان يتواجدون لكن المكافأة على أهميتها سبقتها مفاجأة لا تقل قوة جواد حسن نصر الله الذي اعتبرته وزارة الخارجية القائدة الصاعدة لحزب الله أدرجك إرهابي على لوائح وزارتي الخارجية والخزانة خطوة ترافقت مع إدراج ثلاثة لبنانيين آخرين وعراقي على لائحة وزارة الخزانة لينضموا إلى مائة وخمسين اسماً لمسؤولين في حزب الله وضعتهم إدارة ترامب على لوائح الإرهاب بينهم أربعون هذا العام يمكننا أن نقوم بما هو أكثر لهذا أعلن اليوم عن عدة خطوات اتخذتها إدارة ترامب لتقييد إيران ووكلائها وسأبدأ بأن الخارجية أكملت مراجعتها الدورية لوضع حزب الله وقررنا مجدداً أن حزب الله يجب أن يبقى على لوائحنا للمنظمات الإرهابية وهذا يعني كل ما يتعلق بحزب الله نرفض التصنيف الخاطئ بين الجناح الإرهابي والجناح السياسي حزب الله هو منظمة واحدة منظمة إرهابية أصلاً وفروعاً تصريحات أضافت إليها الخارجية الأمريكية أنها تتوقع من الحكومة اللبنانية أن تطلع بمسؤولياتها دون الخوض في تفاصيل هذه المسؤوليات ومع الإشارة إلى أن هذه الحكومة يعرقل حزب الله تشكيلها كما قال رئيسها المكلف سعد الحريري لكن واشنطن في خطابها للمجتمع الدولي بدت أكثر تحديداً إذ دعت إلى تعاون دولي مشترك يتعامل مع توالي الكشف عن مؤامرات إيران في أوروبا على غرار رد العالم على هجوم داعش في باريس الذي ترافقت العقوبات الجديدة مع ذكراه الثالثة هبا نصر سكاينيوز عربية واشنطن